أقامت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة على مسرح القاسمية حفلاً لتكريم السائقين المميزين وشركات الامتياز ووجه سعادة عبد العزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات خلال كلمته في الحفل الشكر للسائقين مؤكداً على أن الزيادة المستمرة في أعداد الركاب دليل بالغ على حسن الأداء والتميز في تقديم خدمة راقية حيث بلغ عدد المستخدمين 156 ألف راكب يومياً وأشار إلى حرص الهيئة الدائمة على تطوير مهارات السائقين وتحديث الأسطول وفي ختام الحفل تم تكريم مديري شركات الامتياز والسائقين المميزين والبالغ عددهم 102.8 سائقاً من أجرة الشارقة وأجرة الإمارات وأجرة الاتحاد والمدينة للأجرة وشركة كيجي أل لخدمة نقل الركاب بالإضافة إلى إدارة النقل بين المدن